بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله هناخد treatment of class 1 deceduous او نقول mixed dentition يعني لو كان في deceduous dentition في سنة على طول طلعت في crossbite او حاجة طبعا الممبوزنج عشان نقول crossbite يبقى لازم ايه الupper والlower share في problem في مشكلة زي crowding نقول عليها intra او enter arch crowding نقول عليها intra arch problem ولا enter arch problem في crowding اما ايجا اقول crowding intra arch intra لان ممكن الupper يكون في crowding ال spacing كذلك لكن crossbite دي مشكلة ايه انتر ولا intra انتر ال open bite ال deep bite ففي بعض المال occlusion problem قلنا عليهم بيبقوا انترا بعضهم بيبقوا انتر دي من المشاكل اللي هي ال enter crossbite دي بيبقى ايه انتر خلاص بتيجي نتيجة ايه المشاكل في نتيجة ان بيبقى في ال occlusal relationship بيبقى فيه مشكلة معينة او ممكن يكون ال eruption problem ال eruption table فيه مشكلة او يكون فيه octopic eruption لأي من ال اسنان اللي بيه او يكون حصل trauma فحصل displacement للا ايه اللي بيرمنت ديس اللي هي newly erupted او بتبقى مشكلة space problem ودي اللي هنقول عليها قصة crowding وال spacing وهنعرف mix dentition بنعليكها بطريقة اسمه ايه خلاص طيب لو جينا قلنا occlusal relation problem هنقول فيه crossbite ال crossbite دي ممكن تكون جاية نتيجة deficiency of space او ال inclination of the tooth هي اللي ايه مسببة المشكلات يعني انا ممكن يكون عندي مشكلة crossbite لكن فيه ال space available بس ال inclination او الايكتوبك eruption of tooth هو المكان بتاعها غلط فحاصل crossbite لكن ال space available ومست بروبابلي اما بيبقى فيه deficiency في ال space فال tees بيبقى ليها حاجتين انها تطلع lingually او انها يحصل لها rotation انا عايز اطلع من المسافة دي بس المسافة دي ديقة في اما يحصل لي rotation واقدر اطلع من المسافة يا اما ما اقدرش اعمل ال rotation ده هو هستنى في مكاني فهابقى دايما ايه lingual اوكي طبعا دول الاساس في مشكلة crossbite طيب ازاي نعمل correction crossbite crossbite قلنا برضو ممكن تكون dental وممكن تكون skeletal ممكن تكون anterior posterior وممكن تكون posterior زي ما قلنا في الايه في ال permanent tension هنا برضو هيبقى كده بس treatment هيتغير شوية خلاص اه المكسيد ننتشن يعني ده growing patient وطبعا هتلاقي في anterioris dis لسه بتطلع posterioris dis dis موجودة خلاص فده تتخيل الحركة ده اه بينصح انه crossbite كمشكلة تتعالج as early as possible ليه بقى as early as possible انها بتعمل مشاكل من ضمن المشاكل دي ان ال interference اللي حاصل ده يعمل shifting occlusion ويعمل occlusal interference يعمل ساعات يوصل لانه يعمل facial asymmetry زي ما بنقول او انها بتعمل wearing في السنان من حتمة ربنا سبحانه وتعالى ان lipial surface بتاع القبر اما بيبقى in contact مع palatal surface بتاع lower اما بيبقى in contact مع palatal surface بتاع القبر ما يحصلش wearing في السنان مع ان ده انامل وده انامل لو اتغيرت و بقى عندي crossbite يحصل wearing في السنان خلاص؟ هنا الحاجتين دول بيخلوني احب عالج crossbite في mixed dentation او في اي محرق as early as possible البستيرو crossbite دي فيما يتعلق الانتيرو crossbite البستيرو crossbite قد تكون unilateral او bilateral وقد تكون skeletal وقد تكون دنتل الاسكليتال دايما في علاجه بنعمل opening للميديم palatine suture ودي حاجة ما كناش بنشوفها في الايه في البرمنت او الادلت لان ما نقدرش نفتح الميديم palatine suture الا اذا لو عملنا قلنا سورجري اللي بنسميها Surgery assisted rapid maxillary expansion لكن هنا بنعمل بالexpansion عادي بنقدر نعمل ايه؟ عشان الpatient still growing وما حصلش complete classification للميديم palatine suture فبنقدر نفتح الايه؟ السوتر خلاص؟ يبقى هنا انا بفرق بين المكسد او growing patient والnon growing patient نمرة اتنين لو كانت dental cross bite مش skeletal خلاص دي بتتعالج ب light force دايما سواء كانت unilateral او bilateral سواء كانت one tooth or more than one teeth اما بنجل نعالج ال cross bite يا جماعة في المكسد فيه ثلاث طرق رئيسية بنعملهم فيه طريقة بتبقى سهلة جدا ان احنا بنعمل equilibration او elimination ل ال interference وده عشان يمنع لي الشفت اللي ممكن يحصل في الماندبل نتيجة cross bite خلاص؟ او ان انا بعمل expansion ل مجزيلري ارش في حالات ويقدي dental shift اللي ممكن يقدي ل skeletal shift to facial asymmetry او ال wearing اللي بيحصل ايه في السنة دايما الشفت اللي بيحصل في المكسد dentition او المكسد بيبقى جاي نتيجة interference في primary canines او ال interference في ممكن يقدي لي ل unilateral cross bite في السنة ولو استمر ممكن يقدي ل facial asymmetry شوفوا بيوصل للدرجة ايه وهي في الاصل بيبقى سببها ايه السيز عارفين يعني سيز السيز بيبقى في cross bite مع بعض وعلاج القصة دي بتبقى ايه بالظبط بنعمل elimination interference دي شوية ده انواع من انواع ما نيجي لل preventive interceptive orthodontics هنقولك ده preventive orthodontics لان انت ولا استخدمت orthodontic appliance ولا ده انت مجرد ايه عملت elimination للانترفيرنس فهتخيل انك بتفادي العيان ان بدل ما كان بس deceduous canines هما interfere with each other cross bite هيبقى فيه unilateral cross bite وبعد كده يحصل ايه كمان facial asymmetry محدش بيسمع الكلام اللي بقوله مش عارب انا بكرر كدير مع ان الناس لسه نايمة طيب طيب ده لو كان فيه interference طيب لو كان الطفل دهوت يعني هنا الحالة دي اقدر اقول عليها deceduous dentition ولا دي mixed dentition mixed طيب الحالة دي لو جات لأي واحد عنده posterior cross bite والبستير cross bite ده زي ما انتو شايفين ايه unilateral او bilateral unilateral هنا في cross bite هنا بس اللي فيه ايه cross bite شايفينت cross bite ايه انا عشان اصلح حالة زي دي سهل جدا انها بعمل expansion للارس عشان اصلح البستير cross bite واكيد زي ما قلنا ان الست حاجات اللي بيبقوا موجودين مش بيبقوا موجودين لوحديهم ممكن يعني تبقى حاجة موجودة مع حاجة هنا معها مع البرستير cross bite مع ايه كمان open bite يبقى هي اكيدا ما اتيجي تعالج الحالة زي دي هتعمل ايه هنقول له هنجيله هنقول له بس احنا عايزين نجاوب على السؤال لما تيجي تعالج حالة زي دي جات لك في العيادة تعالجها ازاي جات لها فى لقيت الولد داخل وصنانه مين يقدر يقول لي هيتعامل مع الحالة ازاي من اول ما يقول له ازايك حبيبي اعمل ايه ايو 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 انا محتاج الاول اعرف الايه الكوز طبعا هنا فيه some sucking ولا tongue thrust only ممكن يكون tongue thrust tongue thrust تانج thrust ده جاي من نتيجة ايه هل هو عنده chronic tonsillitis زي ما قلنا هو بيعمل الكلام ده يبقى نبدأ ايه نعمله referring لواحد ENT specials عشان يقدر يتعالج خلاص فاهمين الحالة بتتعالج ازاي طيب بعد كده احنا عايزين نمنع الثراثين بتاع الطنج نبدأ نحط حاجة اسمها وانتركوا ما عليها tongue guard وبعدين عايزين نصلح الايه cross pipe يبقى هل انا ممكن اعمل tongue guard مع expansion screw اه ممكن اعمل tongue guard مع expansion screw نقص الappliance خلاص بيبقى two finger spring هنا وهنا يعني finger extension for right or left خلاص دول اللي عاملين اللي tongue guard عشان two halfs يتفتحه ما يبقوش الاربع متوصليه ببعض عشان هيمنعه طبعا expansion screw فهل انا اقدر اخد بالي من كده دي من اسهل الحالات اللي مفروض حتى بتتعالج بremovable appliance يعني انت لو مجرد انك فاهم خلاص الحالة سهلة جدا انك تعالجها بصي البرماندنتشن في القبر طلع فيهم حاجة دس مصبوط طيب البرماندنتشن اللي في اللاور هل هم completely ارابتت لسه لان الليفل بتاعهم اقلي من السيز شفت السيزة فانتي لازم بالاكسبيرنس بقى هتتخيالي ان اللاوردور هيبقى في الليفل بتاع السيزة وان البرماندنتم هيبقى يطلعه اللي انتي بقى هتعرفيه بإذن لما تشتغل حالات كتير في السن ده جاست ان انا اعمل الابت بيحصل فاهماني يعني الحالة ده هي لو لبس اه ال ابت واقع ولو كان بيعمل هابت والكلام ده قلت لكم في الاول تعرف الهابت ليه لان انا ممكن احط تانجار لكن هو ايه فالاول الهابت دي اعرفها وامنعها لو كان كرونيك تونسوليتس امنع القصة دي ان احوله لينتي اعمل لتونسوليتوموتيفر العلاج هيبقى ايه وبعدين ببدأ اعمل العلاج الصح ده خلال سنة ونص يكون عنده ايه نورمال اكوشن اه طبعا ما احنا بنتكلم الگروينج بيشنت عشان كده خدناه في علاج اخر هل لو كان انا بعالج زي المحضرات اللي فاتت لالابن بايت وبالسفيريتي دي وبدال الابارتيس هل انا كنت اقدر اقول الكنسبت ده ولا هي كان كلامها يبقى صح كلامها يبقى صح وهي ده اللي على فكرة خلها يحصل عندها confusion اما جينا اقول له هناك احنا بنحط ايه الهابت بريجنج ابلاينس وبعدين بنبدأ نقفل الابن بايت دي بالريفيرس كيرف وقسبيل فرتيكال الاسك مش عارب ايه لكن انا عايزك دايما تبقى عارف الحالة اللي قصدك ايه وتشخصها صح ويبقى عندك السنس بتاع الحالة وتعيش بيها عشان تعالج الحالة صح خلاص ما نشبطش في حاجة ويبقى هو فكرنا محدد بس كده وما نبقاش برود بحيث ان احنا نقدر نقيم الحالات صح مش عارب انا كنت قلت لكم قصة ان الميتل ممكن يعمل الارجي ويقدي ان هو يعمل مثلا هايبر سينستيفتي بتاع تلنيكل مثلا ممكن تعمل جينجفل هايبر تروفي ولا لا في الاتيولوجي او في مال اوكلوجيا اللي هو بترجعولها هتلاقييني كنت بقول لكم ارجعوا بس المحاضرة المسجلة هتلاقييني خد بقول لكم ان الانفلاميشن دي ممكن تكون مش نتيجة ان المريض هو الارجين ريجمنت او التنظيف بتاعه سيء لا ده هو ممكن يكون عنده الارجي للنيكل النيكل الارجي مش قليل خلاص والميتل كومبوننس اللي بنحطها سواء براكتس او واير او روموفو بالابلايانس ايني ميتل كومبوننس خلاص بيتكون من اللوي سبيكة والسبيكة دي بتبقى ايه فيها اكتر من elements بيبقى فيها الار كروميام النيكل الكبر كل الكلام ده فما تتحط فترة كبيرة في البقى العيان بنقول مصطلح كده ليتش قاوت ليتش قاوت يعني ايه يطلع منها حاجة اسمها trace elements trace يعني حاجة قليلة جدا trace elements دي بتبقى موجودة في الصلايفا وممكن اي واحد عامل ortho لفترة طويلة شهر اثنين تلا ده مش من اول او تاني يوم ممكن لو خدنا salivary sample وحطناها في جهاز كده هو معقد شوية اسمه electro spectra atomic photometer electro thermal atomic absorption photometer اسمه معقد الجهاز ده بيقيس trace elements بحاجة اسمها angstrom عارفين يعني angstrom ده واحد من المليون ملجرام واحد من المليون ملجرام مش microgram او 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 لا ده بيدل لك ان elements دي اللي موجودة في الصلايفا دي trace فعلا ايه لا كمية قليلة جدا عشان تعمل لها عشان تقدر تعمل لها detection تقس ها بالحاج كده قليلة جدا جدا يعني انت لو عندك قفص طماطم هتقس بايه بالكيلو طب لو عندك عربية طماطم هتقس بالايه بالطن طب لو عندك علبة فيها دهب كده خواتم هتقس بالايه فكل الحاجة ما قلت كل وحدة القياس بتاعتها بتقل مش بتزيد العكس مهمني فانا بقولك بنقيسه بحاجة اسمها مش الجرام ولا المايكرو جرام ولا بتاعت احنا بنقسها بحاجة اسمها الانجستروم انجستروم ده واحد على مليون من الجرام عارفين يعني ايه جرام قسم الجرام ده بقى المليون خلاص فالجهاز ده هوت اللي هو بنسميه الاكترو سيرمر اتوميك ابسوربشان سبكترو فوتوميتر ده اسم الجهاز ده بيقيس تحط له كده عينة السلايفا اللي انت خدتها ويبدأ هو يقيس نسبة المنرالز فيها انا بقولكم الكلام ده لسبب لان بقولكم ما تاخدوش الحالة يبقى فكرة جامد وتبقى بروت سبكترا طب واحد جايلي عنده انفلاميشن في الايه في الجنب اعرفها ازاي انها نتيجة انه عنده اللرجي واكتر حاجة بقولكم نسبة الهومان بينج عندها اللرجي منها النيكل يعني الارن مش كتير لكن النيكل فيه نسبة مش قليلة طبعا النسبة اللي مش قليلة بقولكم كزا في الالف اتنين في الالف تلاتة في الالف يعني تبدو انها بالنسبة لكم قليلة لكن بتعمل حاجة اسمها جينجبال هايبر بليج طب لو جالي واحد شفته متورمة كده اعرف ازاي ده انه نتيجة انه ما بقصدش سنانه او انه نتيجة انه عنده جينجبال هايبر بليج نتيجة اللي موجودة دي والانفراميشن دي نتيجة السنستيفيتي للنيكل او الحاجتين هايبر بليج هايبر بليج هايبر بليج هايبر بليج موجودة يبقى ده هيكون نتيجة ايه انا ايقنت انه هو الولد بيخصف بايصر كل مرة بيجيلي مفيش فوط دابرس مفيش مش عارب ايه الاهل بيقولك لا ده احنا دلوقتي بنحرس جدا وانا بتابعه كده فانت تأكد ان الهيجين بتاعه بايص لازم بتأكد من الهيجين لو تأكدنا يبقى ده نتيجة ايه دي نمرة نمرة اتنين ان زي ما انت قلت برضو ان الحاجة تبقى ايه جنرالايز لان ده اللي حصل اسبوع اللي فات يقولي ده ده نتيجة كزا يا دكتور طب انت عرفت ازاي ده هي جز دوكالايز ده هاي اللي حصل فيه المشكلة دي والأزر ويس يبقى هل دي ينفع تبقى نتيجة سنستيبتي انفعش دي خلاص دي نمرة اتنين نمرة ثلاثة ازاي نعرف انهم بين كده وكده انه انه نظف بس التنضيب بتاعه مش كويس خلاص كان الفترات اللي بينظف فيها مقلتش القصة دي انا قلت نتيجة الايه انه فترات معينة كنت بعمل السرس عليه وبعدين الاب يقول مهما بنعمل ما بيرداش مدينه الفرشة في المدرسة ما بيرداش ينضب بيها وبيعود في المدرسة ست سبع ساعات فبعرف ان الاثنين ده نتيجة حكي خلاص هنا بقولك ما تبقاش جامد في تفكيرك لازم تعرف ايه التدبر وش قلتلكم ربنا خلقنا ان احنا نتدبر وقلتلكم طول من اول سيدنا ادم ما تخلق والتفاح بيقع من على الشجر مفيش حد بدأ يتدبر في ان التفاح ستقع من على الشجر ويقول ليه دي وعت واسبابها قد تكون ايه الا مين سحاب نيوتن خلاص فبدأ فاكتشف كل قوانين الجاذبية الارضية احنا مأمورين ان احنا نتدبر في الاشياء فما نشوف حالة زي دي اه انا خدت ان البرمنت بنعمل كذا وبعدين نبدأ ايه نحط الفيكسد او الريموبل الابلانس الحاجة اللي احنا ميكانيكا ليه هنقفل الابن بايت لكن في الحالة زي دي طب انا احكم على السفيريتي بتاعت الابن بايت ازاي لو كان البرمنت الابر مش موجودين طب نمر اثنين الليفل بتاع الكنين السيز تحت شايفين الليفل ادي ايه بينهم وبين اللاترالز او السنتر ادي 2 مليمتر طب خد خط كده وهمي بين التيب بتاعت الكنين دي وقامش خط وهمي كده للتيب بتاعت الكنين في الناحية التانية شوف الامبارمنت دول مفروض يوصل الميزيو ديستال ويتس والسيرفايكو انصايزال ويتس بتاعهم قد الديسيدوس او اكبر اكبر فانت لو تخيلت ان اللاين هنا بتاع الاوكلوجن وان اللاور لسه هيحصل لهم الربشة لغاية هنا هتقدر انك تتخيل برضو ان الابر بيرمنت ما يطلعه هيبقى القصة وهي نتيجة منع الهابتس في الغروينك بيشن الحالة دي بتبقى سالف قراج اه طبعا بنغير البراكت سكول لها بنحط سراميك براكت اللي هي البراكت اللي هي مفهاش متال نمرأ اثنين الواير ايفن ان احنا بنغيره لكوتيد واير او بنسميه تيفلون واير نمرأ تلاتة بدل ما نربط بلاي جيتش واير بنربط بقوط تغير الحاجة خلاص فاهمين يا جماعة فدي بالنسبة لو جالي حالة زي كده انت مش مطالب انك تحفظ الحاجة انت مطالب انك تعقل الحاجة والمنطقها يعني وانت هنا انت مش جاي اساسا عشان تمتحن وتنجح بالامتحان يمكن ده بيفرق الحاجة اللي انت بتدرسوها هنا واللي احنا كنا بندرسها في الاندرجرام اه انا ممكن الاقي واحد جاي بامتياز وصمي صم الحاجة وانتحن وجاي بامتياز لكن هو بعد كده ممكن لو بعد شهر جاه ما يعرفش بولا اي حاجة فيه هل انت هنا عشان كده اكيد لا الانت مختلف جدا انت هنا عشان تقدر امجلك حالة زي دي تقدر تعالجها صح باي باستخدام المعلومات او الانفورميشن اللي انت ايه سمعت هنا فالقصة مختلفة جدا يعني انت قاعد هنا اهم حاجة طب لو انا جات لحالة ميكس الدينتشن وفيها كروس بايت هقدر عالجها طب عالجها ازاي اه والله انا عرفت الانفورميشن النهارده كروس بايت دي ممكن فعلا تبقى انتيرور وممكن تبقى بستيرور والبستيرور ممكن تبقى يوني لاترا أو بالاترا والانتيرور دي قد تكون السيجن كلها الانفور انسايزور كلهم او ممكن تكون انفيدو ابدأ اشوف واللي اكتر من كده ممكن اي حالة من دول يبقى ايه معها كرودي معها سبيسين معها اوبن بايت معها بايت فانت قاعد دلوقتي عشان تشوف الحالات دي تقدر انت تعليجها ازاي لان ده هو الامتحان اللي هتتحط انت فيه اما يجي لك مريض وتعرف تعالجه صح ولا لا لكن الامتحان الاولاني في الاندرجراد يكون ايه انك تقدر المعلومات دي تكتبها في الورقة ولا انت فاهمها لان انا ممكن يعني يكون معايا حاجة بغشي منها او واحد زميدي يغششني واكتبها في الورقة وهنجح فيه لكن هل انا عارفها دلون كنت بسمع يعني بعض الزمر هو واحد بيغشش واحد بيبقى كلمة كلمة يا جماعة يقول مثلا ايه هايبر جلوسيا يقول ايه يقول هايبر جلوسيا يقول ايه يعني شوف هو مش فاهم الكلمة حتى بيغشش مش فاهم يقول هايبر هايبر كبيرة جلوسيا لسان يقول اه فتخيلوا القصة بتوصل وهو كتابها صح وانا مليش داعه وانا بقى صح الورق انا الرجل كتابها صح ادي له ايه الدرجة فده كونسبت عايزكم بس ده كونسبت ان احنا كنا عايزين ننجح وناخد البكريوز فهمنا ما فهمناش عارفنا نشتغل مع عارفناش دي قصة خلاص ومش كلنا كده طبعا لكن بقول لك فيه كونسبت كده وفيه كونسبت بس بقى السنوية العامة كلهم كده بقى كلهم كده مش 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 ادخل الامتحان وكتب صح بس خلاص فهموا مش فهموا بعد ساعة واحدة هنساء ولا مش هنساء مش دي قصتي ابدا 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 قلت لكم انا القصة للمدرس الرياضة اللي كان بيقول لنا طرش طرش قلت كل مسألة يرور طرش مسائل كده معينة يعني في الديناميكا الاستاتيجا طرش طرش فتحفظها زي اسمك طرش طرش عارفين فأنا نفسي أعرف طرش دي يعني ايه طب نحفظها زي اسمك اه بس طرش دي يعني ايه فكله خايف كل المجموعة اللي بتاخد فأنا اللي اتسحبت من الليسان قلت له قال لي تحفظها زي اسمك لو انت نسيها في الامتحان تحط صباعك فبقك تطرش على ورقة الاجابة عارفين يعني ايه طرش يعني يرجع تعارفين الكلمة دي فوصلت القصة التعليمية لإيه انه منش ضروري تكون عارفة ولا ضروري كذا الضروري انها تبقى على ورقة الاجابة ازاي المرعب هيتبقى هتغشها من صاحبك هتطلع برشامة وتكتبها مش هي دي القصة خالص 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 القصة انها هتبقى على ورقة الاجابة عشان تجيب مجموع كبير وتطفل لكلية اللي انت عايز خلاص وبعدين نيجي في الكلية لكل حديث حدث بيقولوه خلاص انت عايز تخلص يا ابن البكريوس بتاعك عشان تبقى تخرج طب انا عايز اعرف اشتغل كذا او كذا طب انا هتخرج ما بعرفش اشتغل المينة بتاعتك مش مشكلة لكن اللي انا بقوله لكم هل انتو جايين هنا عشان كده ولا جايين احنا عايزين نعالج المريض بما يرد اللي يبقى عندنا شوية معلومات صح مطبقة فنقدر نعالج المريض عشان اخلي عقلك والمدارك بتاعتك تحس ان القصة اكبر من حاجة بص لها كده لا ده انا لازم افكر بابعاد كتير جدا في كذا بعض عشان نقل الطريقة الصح بحاول بالطريقة ده هي تقولي لك عملية التفكير ازاي تفكر في كل حالة وانت وخلي تفكيرك حاجة اسمها سيستيماتيك سيستيماتيك يعني ايه يعني مرتب بطريقة علمية بحيث انك تقدر في الاخر توصل للمشكلة تعمل دياجنوز الصح وتوصل للمشكلة وده موصلة المشكلة اكيد لو انت عندك عشر حلول هتبدأ تمنطق كل حل مع المشكلة دي فاي من الحلول دي اكتر واقعية واكتر منطقية ان هو يناسب المشكلة دي فهي دي الطريقة فاهمين يا جماعة طيب فاكرين الحاجات اللي كنا بنعمل بها expansion كنا خدناها وقلتلكم في حاجات بتعمل شوية light force light force يعني expansion ده قد يكون بheavy force وقد يكون بlight force وده expansion اللي بنقول عليه dental expansion اما skeletal expansion audio jungle